اهلا بكم من جديد وهذا اللقاء الخاص مع البروفيسور العراقي الدكتور ريان عبدالله أستاذ التصميم وعميد أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة ليبسك الألمانية فاسمحوا لي باسمكم أن يرحب بضيفي الكريم مرحبا بك دكتور ريان عبدالله في قناة الرافدين ضيفا عزيزا وكريما أهلا وسهلا بك وبكل جمهور هذه القناة حياك الله فرصة سعيدة أن نلتقي بحضرتك صاحب البصمة الواضحة الآن في ميدان التصميم حضرتك نبدأ من البدايات حسب معلوماتي أنك درست الميكانيك فيما بعد انتقلت دراسة الفن والتصميم بدي أن نتلمس أو نمسك هذه الخيوط من البداية أنك درست الميكانيك لماذا انتقلت دراسة الفن ما العلاقة بين الميكانيك وبين الفن في الحقيقة العلاقة بسيطة جدا نحن في مجتمعنا البسيط الجميل هناك رغبات شخصية وهناك رغبات الأهل وكانت رغبة والدي الله يرحمه أنه أنا أدرس دراسة بيها خير مثل ما هو قال وركز على كنوبة بيها خير وقال يا ابني شوف أخوك ميكانيكي نعم أدرس الميكانيك دراسة بيها خير ودخلت عدادية الصناعة ودرسة الخراطة وأنا فخور بذلك واستفدت الكثير ولكن بعد ذلك قلت خلاص يعني رغبة والدي أنا لبيتها الآن ألبي رابتي ولكنت يعني فترتي الدراسية كانت رائعة جميلة جدا يعني في الابتدائية كنت في مدرسة الخزرجية اللي هي في راس الجادة في الموصل وبعد ذلك في المتوسطة كنت في متوسطة الجمهورية وكانت فترة جميلة جدا وبعد ذلك ذهبنا إلى أعدادية الصناعة هناك تعلمت حاجة استفدت منها في ألمانيا في التصميم وهي الدقة ليش الخراط لازم يعرف يعني تفاصيل المليمتر في الخراطة يعني ما تقدرش يعني تقوم بهذا العمل بدون أرقام يعني دقيقة جدا نحن قبل ننتقل إلى مرحلة ألمانيا دكتور نعم ونريد أن نستنفد كل زوايا مرحلة الشباب والفتوى لديك الموهبة نعم كنت تميل إلى الرسم والتخطيب والخط مرحلة شباب ما زالت ما زالت فتيا إن شاء الله مرحلة يا أخي يعني أسألك عن يوسف ذنون أستاذ الخط العربي في الموصل ماذا يعني لك يوسف ذنون أول شيء هو أستاذي نعم أنا أعز له وأكل له كل الاحترام والتقدير والمعزة والمحبة وأتمنى من الرابع أن أعطيها العمر الطويل لأنه كنز من كنوزنا الكبيرة جدا في مجال الخط وفوق الخط نعم يعني تعلمت منه الكثير أستاذي بالحقيقة أنا بديت يعني بداية صغيرة وزميلي الدكتور دام محمد حانرج كان أيضا معنا واتجهت أخذ طريق آخر ولكن الأستاذ ذنون كان دائما يعطيني النصائح والنرشادات ويركز دائما على فكر الخط وأنا استفتت من ذلك في أوروبا يعني استفتت أنا أعتبر الخط يعني ليس فقط مجال رزق إنما مفتاح لكثير من الأبواب في هذا العالم الجميل الكبير هذه تجربته كانت رائعة أنا كنت كلما أزور الموصل على تقيم الأستاذ يوسف ذنون وفي جعبتي المزيد من الأسئلة التي أنا أجهلها وكان يجاوبني ببساطة وكنا نشرب دائما الكاكاو لأن الأستاذ يوسف ذنون لا يشرب الشاي ولا يشرب القهوة لا يؤمن بذلك أبدا لأنه يعتقد أنه الخطط ما علاقة بالشاي والقهوة وهذه الفلسفة يعني عصارة فكر وعصارة ذهن وإبداع وغالباً مقترن الإبداع مع هذه المنبهات سواء الشاي والقهوة أنا كنت أخجل كل مرة في لقائي أخجل لأن أمامي جبل وأنا صغير مبتدئ ولا زلت مبتدئ ولكن كنت أستمت بحديثي وكنت أسأله أسئلة عادة أنا بالنسبة لي يعني لم أجد الإجابة عليها كنت أسأله يعني مثلاً كيف تم تصميم شهار العراق كان يسرت في هذه الأمور في تلك الفترة كنت أسأل أم فيما بعد طبعاً أنا ذا كان يهمني نعم كان يهمني الخلفية التصميمية في العراق كيف نشأت الدولة العراقية من ضمن هذه التغيرات وكنت أبحث بذلك يعني كيف دخلت التأثيرات التصميمية على العراق وتعرف أنت أهم تأثير تصميمي إجا من ألمانيا يعني جامعة بغداد أسسها صممها وأسسها وكان مشرف على بنائها أنا ذاك واحد ألماني فالتر جروبيوس اللي هو مؤسس مدرسة الباوهاوس وبعدين ممكن نتطرق عليه سنتحدث عنه ومضوع دكتور ماندرونتا يعني في هذه المرحلة كانت هناك طموحات تكتنز في داخل ريا درس الميكانيك لكنه غير طامح لأن يستمر بهذا المجال هناك ميول إلى موضوع الفن واقتربت حضرتك من يوسف ذنون وتعلمت منهم الكثير هناك حلم يراود ريان في مرحلة الشباب وهو السفر إلى أوروبا والدراسة والعمل طبعا كثير من الشباب تراودهم هذه الأحلام في تلك المرحلة لا سيئما وما زالت أنه أوروبا يعني بلاد العلم والثقافة والحرية والمطامح الكثيرة كيف استطعت أن تحقق هذا الحلم؟ الإجابة ممكن أن يكون سريعة بالمغامرة وأنا أحكي لك كيف كانت المغامرة أنا أمن أن الإنسان الناجح لازم يكون مغامر وأمن بعنصر المغامرة المغامرة تعطيك الدعم والزخم الكامل لتحقيق ما تتمنى أنا أحدد لك بالضبط أنا ذو رؤية ولكن هذه الرؤية نشأت في فترة بسيطة تما في عائلتي عائلة كبيرة تقدروا تقول أو متوسطة الحجم للمحيط العراقي البيت كان مليان ضيوف وأطفال والتلفزيون شغال والرادو شغال يعني أنا في مرحلة الثانوية لم أستطيع أدرس في البيت ثريت مثل أصدقائي أنه نطلع ندرس في شارع اسمه شارع بغداد الموصل إلى بغداد وكان في جزرة في الوسط وهذه جزرة واسعة وهناك عمدة إضاءة كنا نأخذ معانا الكرزات المكسرات ونأخذ معانا أحيانا البطيخ وبعض الفاكهة ونروح ندرس هناك نقضي الليل كله في الدراسة وكنا نعمل السراحة سوية كل واحد يجيب اللي جايبه معاه ونجلس ونأكل وندردش وحديث جميل ولطيف ويوم العيام أنا مع حديثي مع أصدقائي طرح تعليم فكرة بسيطة قلت لهم يا شباب نحن لازم نطلع على شيء أكثر نعم قالوا ما هي قلت لهم لازم نتردد على السينما السينما كان بالنسبة أنه هي منفذ للعالم الخارجي هذه في أي سنة؟ سنة التسعة وسبعين نعم والعراق كان جميل أنا ذاك بأعز وقاته شايف كيف ونحن كنا نشعر بذلك وانت تلاحظ في الهواء الخارجي أنه هناك دعم ودفع وكل إنسان عنده هذه الطاقة وهذه الطاقة تخرج وتلقيه تكاتل معه طاقات أخرى وما شبه ذلك المهم نحن بينتنا اتفقنا قلت لهم نأسس نادي صغير بينتنا نحن سبع أشخاص وهذا نادي نسميه نادي السينما وبالأسبوع مرة واحد مننا يروح للسينما وعلى شرط كل واحد يومية ويعني أسبوعية وكانت عشر فلوس قالنا أسبوعية كانت عشر فلوس نعم نجمعها صر عندنا سبعين فلس وهذه سبعين فلس هي دخولية للسينما نعم وكنا ندس واحد من الأصدقائنا يروح للسينما ويرجع يحكي لنا الفيلم شايف كيف الأسبوع اللي قبل دخولي أنا للسينما كان في صديق راح نحن قلنا له أكو فيلم اسمه أبي فوق الشجرة أنت تروح هذا الفيلم تشوفه وترجع تحكي لنا يا نحن سمعنا أنه عبد الحنيم حافظ باس الممثلة 72 مرة نعم هو رجع حكي لنا الفيلم قال وباس 71 مرة نحن بسكنات عركنا معا قلنا ما يصير هذه فلوسنا أنت تروح تروح للسينما ونحن نتعباك بذلك وما تهتم تسرق المتعة منها ايه وما كنت تركز ما يصير ايه أنا نسمعه اللي بعده كان دوري نعم عد راح يتقلت لازم أنا أركز يعني راح يسألوا يناس السؤال ايه كان الفيلم مالي تحرير برلين نعم نعم كنا مفاكرين نروح لإنقلترا يعني يعني الفكرة هي ليس حديثة أنه واحد أنا مدلغة الإنجليزية اذا هذا الفيلم حدد تجاه الحلم الذي غير يعني من إنقلترا إلى ألمانيا نعم ايه وهذا يعني هذا التأثير بقى في داخليتي أنا ما لم يعني أصارح الأخرين فيه ايه ألمانيا بعد هذه الفترة ايه بس كيف انتقلت إلى ألمانيا نعم مو سهلة يعني 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 ايه جزء من التفاصيل لأنك موسوع أنا أنا أريد في هذه الساعة يعني اخرج كل هذه التفاصيل الجملة إن شاء الله وصلنا إلى ألمانيا نعم بطريقة مشروعة ولا كيف؟ لا لا طريقة مشروعة نعم طريقة مشروعة أنا في الحقيقة حصلت على تأشيرة إلى رومانيا نعم لأن تأشيرة إلى ألمانيا كانت شبه معدومة ومن هناك من وصولي الألمانية كنت يوميا أروح إلى السفارة الألمانية إلى أن حصلت على التأشيرة ودخلت برلين أنا ذاك برلين الغربية ما كانت موحدة وقدمت للدراسة نعم دراس في ألمان الغربية في برلين أنا دراس في برلين الغربية في ألمان الغربية ودراسة الأولى كانت التربية الفنية أنهيتها وبعدين دراست التصميم لأن في الحقيقة في العراق قالوا لي أنه تربية الفنية نحن ما موجودة هذا في انضمن قاموسنا المعلوماتي للدراسات ونرجو منك أن تدرس شيء آخر يفيد الوطن وكذا قلنا بشيء أنا هيك ولا هيك يعني بقرر أدرس تصميم يعني من العراق أو حواليك بهذا النعم يعني كانت هناك فكرة عودة للعراق بعد الدراسة طبعا 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 ليش أنا أنا كان عندي وعد مع أمي وأبويا نعم أمي كانت تبكي وما كانت تصدق أنه أنا راجع نعم وأنا حبيت أنه هذا الوعد يبقى يعني بنتنا ثابت جميل وأرجع إذا دراست تربية الفنية في برلين ثم انتقلت إلى دراسة التصميم نعم كم كانت مرحلة الدراسة؟ الدراسة أنا أنهيتها بتسعة وثمانين نعم ألف سعمية و تسعة وثمانين دراستين وكان في دراسة فخرية كانت أربع سنوات وأربع سنوات؟ نعم فوق ذلك دراسة فخرية اللي هي يسموها ماستر شولة نعم طبعا الطالب الألماني اللي يخرج يخرج يخلص الدبلوم نعم بامتياز أنا كان الدرجتي مية 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 ولكن في النظري كان عني سبعة و تسعين و أنا خجلان و متندم على ذلك و الأسال شايف كيف لأن هذه أقل درجة كانت عندي على العموم يعني بس رغم ذلك لأنه دمان على سبعة و تسعين نعم نعم طبعا انتقلت بعد الدراسة إلى الميدان العمل نعم في التصميم نعم كيف كانت العلاقة كيف انفتحت أو يعني انفتحت الشركات الألمانية على حضرتك أنت حسب معلوماتي أنك قمت بتصميم شركات النقل الألمانية لا سيما الباصات والقطارات كيف استطعت أن تكسب ثقة ثقة الألمانية والله يا أخي شوف أنا يعني أؤمن بأشياء كثيرة نعم اللي لحظت في المحيط الألماني أول شيء العمل أنا أؤمن بالعمل أحب العمل نعم و أحب الفعل أنه تكون فضوليتي عالية و فضوليتي كانت دائما تقودني و وصلت ألمانيا شايف كيف و كنا يعني أول شيء قمنا فيه تعلم اللغة اللغة هي مفتاح لكل الأبواب في كل مجتمع غريب كنت أدرس اللغة ولكن كان يهمني أعرف مدينة برلين لذلك قررت أنه يوميا أركب بالمترو تحت الأرض أنزل في محطة أطلع أمر على كل شوارع المحطة أنزل إلى كل مترو مرة أخرى محطة ثانية وأخرج وأشوف بهذه الحالة تعرفت على برلين كلها نعم كلها وتعرفت على محطات المترو كلها جميل حتى نتعرف من خلالك على برلين دعنا نذهب إلى فاصل ثم نعود فاصل قصير ثم نعود فوقه معنا أهلا بكم من جديد وهذا اللقاء الخاص مع البروفيسور العراقي دكتور ريان عبد الله أستاذ التصميم وعميد أكاديمية فنون الجميلة في جامعة ليبزك الألمانية أعود إليك دكتور ريان بدنا نتعرف على برلين من خلالك أنا في الحقيقة برلين اكتشفتها مثل ما يقولون على الرشلية نعم يعني والمترو من خلال معرفتي بمحطات المترو لاحظت أنه أنا اكتشفت هذه المحطات بشكل آخر بلمسة أخرى نعم ومفهوم جديد وصادفت يعني الفرصة أنه أشتغل في مؤسسة للتصميم بالحقيقة أنا كنت متدرب بسيط مبتدي في هذه الشركة بعد سنة أصبحت رئيس المصممين فيها بعد سنة يعني من المتدرب إلى الرئيس المصممين وكان إسرائري أنه كنت أحضر للعمل أول واحد كنت أروح آخر واحد يعني كان كنت مصر أنه أواظب بشكل آخر وأعمل بشكل آخر أول من يداوم وآخر من يغادر بطل كنت أجأ أول واحد جهز القهوة نعم وكنت فضولي يعني زملائي عشان أتعرف عليهم كنت أضيفهم وكل ما عمل لك قهوة يجيب لك قهوة بدي أشوف شو تعمل كذا تقربت منهم بكثير لأن الألمان ما عنده وقت وما ينطيك من هذا الوقت نعم شايف كيف يختلفون اختلاف كله عنه إذا أنت وقت ما تكون قريب أنه لازم تأخذ أدوات أخرى نعم على العموم أنا استفدت من هذا الشيء ولحظت أنه أهم شيء في التصميم هو أنصر النظام التنظيم التصميم هو بالحقيقة ليس إلا تنظيم لا أكثر ولا أقل ولكن تنظيم مرئي للناس الآخرين يعني لازم واحد يعرف بالضبط كيف المهم هالأشي التي تعلمتها وكلفت بعد ذلك بهذا المشروع نعم وفرح جدا وهذا المشروع أنا عرفه عرف المحطات تحت الأرفق الأرض عرف الباصات عرف كل شيء اه ودعيت من قبل رئيس الشركة وكان المدراء العامين كلهم جارسين اه وقال لي نحنا مفكرين أنه نعمل الاجتماع الشهري نعم لتغيير هويتنا نعم وريدك اشارك بذلك ثم اسمحوا لي أنا كل شهر أعملكم محاضرة عن الأشياء النقصة أجيب لكم محطات ها اللي هي بالفعل تحتاج إلى تغيير ودعم كان أنا ذاك يعني رئيس المحطات قال لا محطاتنا كلها جيدة وما في أي نقص قلت لهم مشكلة أعطيني الفرصة نعم أظهر أيضا من جمال المحطات كل مرة كنت أصور المحطات وأظهرها وقلت لهذا الشيء لازم نغير هذا الشيء لازم نغير هذا إلى أن توصلنا إلى تغيير كامل وبدأنا نفكر برؤية جديدة وهذه الرؤية الجديدة أنه بلين كانت مقسمة توحدت عندما المدينة توحد عدد نفوسها الضعف إمكانيات النقل فيها كانت قليلة إذن لازم تتضعف ولازم تكون في منظور شديد يعني مثلا أنت في حي في جسور كثيرة وهذه الجسور واطعة أنت ما تقدر تخلي باس أو الطابقين يمر من هناك ولكن هذا الحي ممنوع بالبشر كيف أنت توصلهم وسائط النقل عملنا الباس الطويل اللي شكله زي القطار شايف كيف اللي حلها المشاكل الذي يسمى الميترو باس أي بالضبط أول فكرة كانت في ألمانيا بالضبط من هناك وبعدين فكرنا أنه الناس اللي عندها مشاكل يعني في الحركة شايف كيف يعني ذو الحاجات الخاصة والمعروف أن المرأة عند وقت ما تدفع بالعربة هي ذو حاجة خاصة تحتاج مساعدة شايف كيف حتى المسافر اللي معها شنطتين عاد اخترنا اختراعنا الباس اللي بيه ثلاث أبواب هذا أول عمل قمنا فيه في هذا المدينة يعني عمل غريب رائع جدا أنه في تلك الفترة أي شخص يدخل يدخل من الأمام أي شخص يخرج يخرج من الباب النهائي وفي الوسط يدخلون نازلوا الحاجات الخاصة اللي يحتاجون مساعدة والأبواب بالنسبة لهم بتكون أكبر جميل دكتور من ضمن التصائيم التي اشتغلت عليه هو تصميم القطار المفتوح كيف كانت هذه الفكرة الفترة يجت بالفعل في فترة قصيرة جدا أنه صار حادث اعتداء على شاب أجنبي في قطار ما وما في حدا كان يساعده والمدينة صار فيها نقاش طويل عريب وبعدين يعني كيف نحلها المشكلة وهذا الشيء ما لازم يتم وكذا وكذا أنا فكرت قلت إذا القطار يعني فيه أكثر من عربة معناه أنه إذا واحد جالس في عربة وصار اعتداء عليه معناه ما فيه ناس تدافع عنه أو ترفض هذا الشيء إذا عملنا القطار المفتوح معناه هو راح يشوف أن هذا الوجوه غير مناسب يتحرك يروح يجلس في مكان آخر أو بالعكس أو ما شابه ذلك ويتقرب من ناس آخرين حتى يتواصل معهم لأكثر أو لأخل وهالفكرة ناجحة ونشحت بشكل رائع إضافة لذلك ظفت لمسة جديدة وهي النور في المكان اللي فيه نور أكثر فيه أمان أكثر يعني المحطات محطات محطات بللين للمترو وكتما تروع عليسها تلاحظ بها نور أكثر ليش؟ النور يقضي عن مناطق الغامقة الظلماء وبعدين ما يصير فيها حوادث نعم واعتداءات يعني يشعر الإنسان بالاطمئنان نعم والأمان وجود أمور نعم ننتق إلى موضوع مهم دكتور يعني حقيقة في الجعبة الكثير أمامه وسوعة أنا حقيقة جانب مهم جدا أنك اقتربت كثيرا واطلعت على تجربة يوهان غوتا هذا الفيلسوف الألماني هناك فلاسفة ألمان كثر يعني كانت ماركس هيكل لكن رأيت أنك يعني نصب اهتمامك فقط على يوهان غوتا يعني مدي أن أطلع على هذا الجانب لماذا يعني أحملت بقية الفلاسفة الألمان وأشعر كأن هناك علاقة صداقة عميقة صارت بينك وبين غوت الاختيار هذا الفيلسوف ما ذا يعني يعني بصراحة أنا دائما أقول مع معزتي واحترامي إله أبو حبي الأولو أقول صديقي ولكن أنا إنسان مبتدئ في بحره هو وفيلسوف كبير جدا وهو من من أكبر الفلاسفة اللي اهتموا في المحيط العربي الإسلامي نعم واهتمامه كان صادق والنقي شاف كيف لو تلاحظ أول شي يعني ملاحظة بسيطة مدرسة الفلسفة الألمانية مدرسة رائعة جدا تحتمد على البناء المتدرج فوق بعض كل فيلسوف يجي تلاميذه يبنوا عليه وتلاميذ الآخرين يبنوا على هذه الشاكلة في احترام وتواصل احترام وتواصل يعني ما في فيلسوف يضرب الفيلسوف اللي تحت بالعكس ياخذ منه ويبني نظريته جديدة وتلاحظ كل النظريات الفلسفية الموجودة الألمانية مبنية على النظريات لفلاسفة ألمان قبل ذلك وقلت وقت ما وصل إلى ذلك هو وصل أيضا من ضمن هذا المحيط وتفاعل معه قلت هو شخصية بسيطة جدا في محيط كان بالفعل من عيلة غنية يعني أهل متمكنين وكانت جدته وصاحبة فندق وأنا ذاك الفناظق كانت تدر ما يكفي وأبو قال طيب هو يروح يدرس وكان اختيار العيلة آن ذاك المحامات والحقوق ودرس هذا الشيء وانها وعمل فترة قصيرة في إحدى المحاكم في مدينة مش بعيدة عن مدينة ولادته وفرانكفورت وبعد ذلك لاحظ أنه هذا الشيء لا يشفي غليله أبدا عاد اضطر أنه يسافر إلى مدينة ليبسيك ويدرس هناك شيء آخر ومن هناك يعني تلاحظ جوتا آن ذاك في فترته لا يوجد أي تخصص أي تخصص آن ذاك وهذا التخصص حي إذا جوتا ما كان له يد بذلك عن أي موضوع تتكلم عن الطب تلاحظ أنه جوتا عنده أبحاث تتكلم عنه هندسة تلاحظ عنده جوتا أبحاث يعني هو جاي من المحامة والحقوق وبعدين انتقل إلى الأدب والفكر وبعد ذلك يتعمق وفجأة جلس وكتب نظرية كبيرة يحتاج أكثر من سنة يكتبها خمسة آلاف ورقة عن النظرية اللونية اللي هي النظرية رقم 72 وهي تعتبر آخر نظرية اللونية لحد الآن وأرقاها وتعتمد اعتماد فكرة النظرية على الفكر عن الفكر وبعد ذلك هو كان يرغب أن يطلق عليه الناس باحث باحث لأن هذه الكلمة تعطيه المحيط الواسع للحركة الباحث هو الإنسان بالفعل اللي ممكن يسلهم كل الأسئلة وما يحتاج أي إجابة الإجابة تأتي في وقت ما من خلال عمل ما ومشروع ما أو فكر ما ولهذا السبب هالكلمة أثرت في الفكر الألماني بشكل رائع جدا وهذا تأثير لا يزال لهذا السبب عندما تروح إلى ألمانيا تلاحظ أنه التربية والتعنيم في ألمانيا مقسم إلى قسمين نعم التعنيم والبحث شايف كيف يعني في جامعات خمسين في المية بحث والبحث أول شيء مكلف نعم يحتاج الوقت يحتاج المادة ويحتاج الفراغ اللي يسمح بي الأستاذ وجامعة لطلابه شايف كيف وبهالحالة هذا الناتج هذا الناتج لا يقيم تقييم صحيح من قبل جداول تقييم اللي تتم في جامعات الأخرى نعم يعني في الدول الأخرى تلاحظ أنه في الجامعات الألمانية عندها طابع آخر لين هي تعتمد التربية وتعنيم والبحث وهو كان باحث وفي في تلك الفترة كان في حملة بحث باكتشاف العالم الآخر نعم وهو ركس على المحيط العربي الإسلامي كانت رحلته الأولى اللي قام فيها لإيطاليا ودرس إيطاليا واستمتع بهذه الرحلة وشاف وتأثر بالشمس والنور شاف كيف اكتشف أنه العالم أكبر كثير من خلال مخلطته في المحيط العربي الإسلامي وتأثيرات هذا المحيط في إيطاليا تأثر كثيرا بالشعراء العرب والمفكرين العرب نعم والخصوصا المتنبي نعم يعني المتنبي كان يكن له القيمة العليا والحب الكبير ودرس شخصيته بكل معنى الكلمة هل هناك معلومات دكتور عن كيفية دراسة اللغة العربية كيف اطلع على الشريعة الإسلامية حسب معلومات التي تذكر عن أنقوتة أنه اطلع على الشريعة الإسلامية وطلع على الشعر الأدبي والإرث الفكري العربي وتأثر طبعا بالشعراء المعلقات وتأثر أيضا بالمتنبي كما قلت حضرتك وأبو تمام وترجم بعض الأشعار العربية إلى الألمانية هل هناك معلومات عن كيفية يعني أو هذه الانعطافة التي حصلت عن قوتة أنه يطلع على اللغة العربية ويتعلم العربية ويتطلع على الشريعة الإسلامية أخي نحن لازم نسأل سؤال كيف عمل قوتة كل هذا في هذا الوقت يعني أنت أنا ذاك ما كان في لا إنترنت ولا كمبيوتر ولا أي وسائل تواصل ولا أي شيء نعم يعني حركته من مدينة إلى مدينة يعتمد على الحصان والعربة شايف كيف إذن كيف وصل إلى هذه المادة الفكرية الرائعة الكبيرة وضيق هذه المساحة نعم معناه أنه هناك قدرات عالية كانت موجودة عنده وكان تركيز ومنفس الوقت كان يعاني يعاني معاناة في الترجمة لأن وقته لا يساعد وكان يتمنى أنه أنه يكون أخصائين في الترجمة وساعد واحد من أصدقائه وأنه يعمل أول قاموس عربي ألماني ويضيف الكثير من هذه الكلمات اللي بالفعل يستفاد منها جوتا والآخرين اللي ههتموا وعالعموم هو جوتا ليس كان الوحيد اللي مهتم في هذا الموضوع إنما كان ينشر هذا الاهتمام كان عندما يجلس مع أصحابه الفلاسفة كان يحكي لهم عن المتنبي يقولون تعالي يحكي لكم هذا المتنبي هذا شخصية رائعة جدا وكان يسمعوه برغبة كبيرة وكان أمني أنه يعني يتواصل أكثر وهذا التواصل دعا دعا أنه يتعلم الخط العربي وكان عنده صرار كبير للدخول إلى المكتبة العربية عشان يشفي غليل نعم عملية شفاء الغليل هو الكتاب الكتاب أنت إذا ما تقدر تدخله وإذا دخلته تحتاج اللغة إذن تحتاج أيضا الخط نعم ومن أن ذاك بدأ يكتب في تلك الفترة دكتور المكتب العربي لم تكن يعني يعني غنية بالشكل الذي ممكن أن أن يكون هناك ثراء بالكتاب حتى ينتق الكتاب الله إلى أوروبا كيف سطاع أن يوفر لنفسه يعني هذا القدر من البحث أو للطلاع هم كلامك صحيح وجميل نحن ننسى أنه فترة النسخ نعم في التاريخ العربي الإسلامي بدأ في فترة متأخرة ليش الخطاطين وعددهم والمواد الموصلة لذلك يعني نحن نعرف أنه الورق يجى من الصين نعم يلا وصل أوروبا يحتاج أربعمية سنة أربعمية سنة حاليا نحن إذا ندس إيميل يصل خلال أجزاء ثواني نعم حول العالم يعني أي معلومة تنتشر بسرعة إذن الورق كان يلعب دور كبير نعم وطبعا أهم مركز ورق كانت بغداد يعني كان يسمونه القاغد نعم قاغد نعم وأبو جعفر مصور قيم ميزانية الدولة بعضد الأوراق اللي موجودة في خزينتها وليس بالفلوس يعني الدولة اللي عدا ورق معناها دولة غنية نعم لأن يعتبروا أنه هالورق هو الجزء من الفكر نعم إذن نحن وقت ما ننظر إلى ذلك لاحظنا أنه أول المطابع كانت في جنوب إيطاليا في سيسيليا نعم ولهذا السبب هو تحرك بهذا الاتشار نعم حاول يصل إلى المنبع الفكري للكتاب وعلى العموم يعني 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 انتشار المطابع في ألمانيا اعتمد اعتماد كل الأشياء إلى ألمانيا ويحتاج فترة طويلة يعني بصراحة نقول كانت معاناة للحصول على الكتاب ولكن الظاهر يعني اللي استطاع أن يصلوا عن طريق إيطاليا وصلوا جميل معذرة نكمل بعد الفاصل نعم فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد وهذا اللقاء الخاص مع البروفيسور العراقي الدكتور ريان عبدالله أستاذ التصميم وعميد أكاديمية التفتون الجميلة في جامعة لعب سكل ألمانيا أهلا بك دكتور أهلا بك أهلا بك وحديثنا عن عن غوتا آه والفلسفة أو هذا الميدان الفلسفة الألمانية يقال أن يعني هناك من من يقول أن المستشريقين الألماني أكثر موضوعية وأمانة من باقي المستشريقين العربين يعني لا سيما في التصليط الضوء على الإرث الفكري والثقافي العربي ما الذي يميز الاستشراق الألماني عن العرب نحن يعني بالفعل لازم نوضح يعني مفهوم الاستشراق يعني هذه الكلمة هي احتاجت الوقت الكثير يلا تصل إلى هذا المحتوى اللي نحن نسميه الاستشراق نعم يعني هي كلمة تحوي على الفضولية العليا للعالم الآخر وكيفية اكتشاف العالم من آخر من خلال ما يوصل لنا من أدوات أنا ذاك يعني كل الأشياء كانت قليلة ورغم ذلك رغم ذلك كان يؤمن إيمان كبير أنه الوريينت يعني الشرق في مصنحاتهم يحتوي الكثير وهو المكان الفريد الوحيد الذي يعطي المستقبل لكل إنسان يعني كل إنسان يبحث عن المستقبل ولازم يروح للشرق نعم واكتشفت كلمة اسمها اتجه للشرق نعم يعني وقت ما واحد يقول له واحد يقول له أوريينتير ديش يعني اتجه للشرق معناها يقول له أنت روح ابحث عن مستقبلك مستقبلك هناك وآنا ذاك تلاحظ أنه الكتب والمجلات والصحف كانت أكثر من ثلاث نسخة في السنة تصر في اختصاصها ومهمتها الأولى والأخيرة الاستشراخ يعني الاهتمام بالشرق كانت موجة كبيرة نعم كل واحد ما أخذ وطبعا الأثار تلعب دور كبير بها يعني وخصوصا الناس اللي كانوا متعرقين بالأثار كانوا يوسطون صور أخرى وبعدين يعني الأثار كانت يعني وقت ما يروحون يكتشون الأثار كيف كان يخذون معهم مجموعة كبيرة من المصممين والفنانين والرسامين وكان يرسمون يعني بونابارت وقت ما دخل مصر يعني كان مع عشرات الرسامين يعني تلاحظ في مكتب الإسكندرية من مخلفات مونوفر كانت أقل رسومات هنا في المحيط العربي أيضا يعني كان الكتاب العبدور كبير وكيفية أنه تصل إلى هذه المعلومة كان في تركيز كامل تركيز كامل لقراءة الكثير يعني الوصول إلى الحرف والكتاب وهذا التركيز طبعا في رقم واحد على الكتاب المقدس اللي هو القرآن نعم القرآن انتشر وقرأ أكثر من مرة من قبلهم ومن هناك بدأت يعني الحملات الأولى والتفكير الصحيح لترجمته لفهمه أكثر على لغتهم ليس الفهم أن واحد باحث يقرأ القرآن ويكتفي إنما لازم وصلها المحلومة للآخرين نعم اللي ما يتقنون اللغة العربية والحرف العربي إذن لازم يترجمه وهذا الشيء صحيح و يقول أن هناك مصاحف كثيرة يعني أو نسخ من القرآن يعني موجودة في متاحف ألمانيا بشكل كبير ال كنوز واقحة نعم كنوز يعني يعني لا تتصور يعني أنا في مدينتي مدينة ليبسيك في مكتبة المدينة هناك ثمانمية وخمسين كتاب عربي إسلامي فريد فريد يعني فريد وحيد يعني نسخ من القرآن نسخ من القرآن نعم مثلا عندك القرآن المهولي أكبر قرآن مهولي موجود في العالم موجود في مدينة ليبسيك ولا يزال ومحافظ عليه وفي كيف وصلت هذا النسخ إلى هذه المدينة أنا إذا كان في بالفعل مدينة ليبسيك تعتبر من مدن الغنية جدا في فترة ما وخصوصا سن تارسة مئة وستعاش العشرين كانت من الدول يعني من مدن رقم أولى حتى تجار هذه المدينة بنوا أكبر يعني تقدر تقول بلدية لهم ولحدنا موجودة وغناها المدينة وكانوا يؤمنون إيمان كامل أنه الشيء الغريب يعني يستملكوه نعم ويحتفظوه في البيت أنا ذاك ما كانت مكتبات إنما في البيت يعني واحد وقتما يزور تاجر تاجر يشرح له عن مكتبته العظيمة ويشوفو كتب عربية هو ما يعرف فقرة نعم هو ما يعرف فقرة هاي الكتب ولكن يقول لي شوف أنا يعني يعني هذا من كنوز الشرق طبعا وحتى كانوا الملابس العربية جميل مثل ما حدث في اللغة العربية وإنه تناسق غريب في ظل جسد واحد بضع لماذا نحن العرب نجهل حقيقة ما ينظر إلى لغتنا من قبل الفلاسفة الغربية أعتقد نحن عندنا مشكلة نبحث في السطح وليس في الجوار هالمشكلة يعني نحن لازم نقضى عليها يعني التعمق في كل شيء ضروري وأساسي وهذه من أحاس صفات المستشرخين كانوا لا يكتفوا بالشيء السطحي إنما يعني إذا شاف كتاب لازم يتعمق فيه لازم يعرف خفايات ولازم يظهرها بصدق بصدق كامل للآخرين ويوصلها التوصيل الصحيحة ومن هنا بدأت هاي الحملة الراعة جدا والتعاشق والمشاركين كانوا رجال والنساء الرجال والنساء وكانوا عندهم تخصصات غريبة يعني هناك مجموعة كبيرة عن الغسالي فلسوفة الإسلام واختصاصات كبيرة يعني أحيانا أنت تسمع أسماء تقول أنا في الموحدة العربية ما سمع نحن نجهل تاريخنا نجهل ماضينا ولكن نتمسك فيه وما نعرف ليش نتمسك فيه وهذا خطأ يعني يتمسك فيه لازم يكون مبني على فلسفة التعامل معه ومعرفته في عمق عشان نوصله للمستقبل نحن نحتاج بالضبط جسر بين هذا الماضي الجميل وهذا المستقبل مشرق نحن إذا ما بنينا هذا الجسر سوف نبقى في الماضي إلى الأبد والناس كلها وصلت للمستقبل نحن نحتاج الابتعاد عن الغلاف لازم ندخل للعمق جميل دكتور من الأشياء التي تدرسها في الجامعة حضرتك نعم فن رصف أو صف الخط أو صف الحروف ما هذا الفن؟ اسمحني أنا يعني أنا 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 مصمم نعم المصمم وليس فنان نحن نبتعد عن مصطلح فن نعم ونعتقد وأنا أوصر شخصيا يعني من خلال كتاباتي أنه التصميم ليس فن نعم ليش ليس فن؟ لأن أعطيه مكانته وقيمته الفكرية والعلمية والبحثية واعتبره من أهم الأشياء الموصلة بين الإنسان والصناعة نعم يعني الصناعة هنا الاقتصاد يعني أنت تريد تعمل هذه النظارة نعم تحتاج له مصمم وليس فنان نعم ويعملها فنان راح تطلع يجوز بشكل ما تستطيع تستعملها نعم إذن عملية استعمالها نحن نسمي يعني يعني الوظيفية نعم لازم تكون مدروسة قبل الجمالية في العمل الفني الجمالية هي أساسية نعم وفي البداية نحن عندنا الوظيفية يعني كل شيء نقوم فيه لازم له قيمته نعم يعني إذا ساعة شايف كيف فيها ألماز وكذا وما تعطي التوقيت ما لها شيء يقيم في منظورنا التصميم نعم لهذا السبب نركز عن فكر التصميم الأخر في التصميم أنا في الحقيقة يعني اختصاصاتي حرفية أهتم في الحرف العربي والحرف اللاتيني وبناء الحرف وتشريح الحرف نعم وأركز نفس الأوقات إلى بناء الشخصية يعني بناء العنام بناء الشخصية بناء شخصية المنتوج بناء شخصية المؤسسة وبناء شخصية البلد نعم يعني هذه التخصصات هناك أيضا ما ده تدرس في ألمانيا في جامعة ألمانيا هو فن الكتاب نعم ما المعنى بفن الكتاب بالأحرى معناه هو تشريح الكتاب نعم لأكثر أخذ أنت أي كتاب تأخذه ممكن تعرف خفاياه نعم يعني فن الكتاب أنه لازم أنت تقسمه لقسمين الحاوية شف كيف والمحتوى يعني المحتوى هو الكلام المكتوب كيف مكتوب محتوى قيمته خلفيته فلسفته وما شابه ذلك هاي من جانب جانب الآخر أنت هذا عندك يعني فلسفة رائعة كبيرة جدا كيف تظهرها تحتاج الخط تحتاج الحرف تحتاج المسافات اللي بين الحرف تحتاج وأجمل شيء هنا للفراغ الفراغ بين الحروف اللي اللي هو يعطي يعطي هاي الحروف التناهم يضعها مثل موسيقى شايف كيف يعني أنت يشوف يعني البيانو تلاحظ أنه يعني يعني فيه فراغ الفراغ يلعب دور كبير في العمل التصميمي وإضافة لذلك الورق ونوعية الورق وبعد ذلك التجليد وكيفية التجليد وما شابه ذلك ولن نسأل أن الكتاب لازم يحمل نعم الجاحف قال الكتاب هو بستان تحت الأبط جميل هناك مدرستان في ألمانيا نعم وحضرتك دائما نتركز على هذا الموضوع وتتحدث عنه بانشراح ونشوة هو مدرسة ليبسيك وبرلين ويعدان من أقدم الجامعات في أوروبا أيهما أكثر عراقة ويعني بدي أن صلط الضو على تاريخ تأسيس هاتين المدرستين نعم يعني يعني في الاستشراق تعتبر مدينة ليبسيك ومدرستها الأقدم ذو الأهمية الأكبر وذو الخلفية الأعلى الأعلى ليش لأن في لايبسيك كان في حركة جميلة جدا يعني نحن نقول عنها غريبة يعني غريبة الأطوار يعني لايبسيك بعيدة بعض الشيء عن العاصمة نعم إذن وقت ما أنت تكون بعيدا العاصمة لا تتأثر بالحياة السياسية التي تتم في العاصمة أنت تركز على تخصصك وبدأت تركز على تخصص بشكل جوهري وعاميق أكثر المدرسة الأخرى في بلين كانت متأثرة بعض الشيء في السياسة طبعا السياسيين يحتاجوا الخبراء المستشرقين يعني تعالوا حكوننا على الشرق مين يحكي إذن مدرسة بلين قريبة للسياسة طبعا اللي كانوا قريبين على السياسة تأثروا بذلك بقت مدرسة لايبسيك مركزة على البحث مركزة على المحتوى وفي نفس الوقت عندها حقانية نعم وأنا أركز زائما أنه مدرسة الإشراق الألمانية حقانية والحقانية أنه تنظر للمحتوى بمنظور نظيف غير مخادع وغير متأثر بتأثيرات روح العصر روح العصر مقصود أنه يعني إذا إيجا أي حاكم أو تغير الحكوم في مكان كذا ما رح يأثر عن العمل البحثي اللي أنا أقوم فيه أنا أبحث عن غساري خلاص أنا أبحث عن غساري جميل وهذا هو دكتور على الرغم من انصهارك في المجتمع الألماني وارتقيت هذه المنزلة الكريمة لكنك ما تزال تعتز وتفتخر بانتمائك العربي هل هناك من طموحات تدخرها لهذا الانتماء؟ والله أخي يعني نحن عاداتنا وتقاليدنا نعم كبدو كعرب كمسلمين أنه دائما يعني وقت ما واحد يضيفنا نحترمه بيافة أنا رحت إليهم كضيف كإنسان بسيط ولا أزال كإنسان مبتدئ وفي جبعتي المئات من الأحلام نعم وعطوني المساحة الكاملة من الأشياء التي تعلمت هناك أنه في الغمة في مكان واسع لكل واحد أعمل سوف تطلع إلى فوق والشيء الجميل والراية أن الألمان يساعدوك للصعود إلى فوق نعم ويدعموك ويفتخروا بذلك نعم ويقول لك شوفوا هذا إجا من هناك وتعانى وكذا وشوفوا وين وصل ونحن ساعدين بذلك شف كيف بالعكس يعني أدوات النجاح متوفرة إذا أنت تؤمن في النجاح من ضمن رؤية شخصية نعم وأنا رؤية بالفعل أنه أبني جسر جسر بين بلدي الكبير وبلدي الجديد نعم يعني بلدي جديد أنا أؤمن إيمان كامل أنه هذه الضيافة الألمانية جعلت مني شخص آخر نعم وغيرت فيه هوتي وفلسفتي ولكن في العمق ها واحد يستحيل ينسى من خلال جواز سفر أو ورق رسمية مكان ولادته وتأثيرة هذا المكان عليه بالعكس إذن أنا مهمتي أعشق الاثنين بهذا الشكل ونحن وكتما نبني جسر إذا عملنا مدرسة أو عملنا أي مشروع أو عملنا كتاب مشترك أو عملنا يعني شيء بين الطلبة إذن عملنا الكثير هو طموح عملت على هذا الطموح الأمل ينتهي آخر شيء ويموت آخر شيء هناك معوقات تقهيد الفكر العربي أو الفضاعات العربية أنا لا أمن بأي معوقات العمل 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 ربما سياسات الآن تقف حائل بجد بجد أنا أمن بقدرات الإنسان أحيانا أكثر من قدرات مؤسسة شايف كيف يعني واحد ممكن بالفعل يقوم بالكثير أكثر من أي مؤسس أنا سعيد جدا يا دكتور وحقيقة حضرت لك موسوعة يعني لا تكفي ساعة لأن نستخرج كل هذا الكم من الجمال في داخل البعض ما بدينا يا أخي سنكمل هذا الحديث الشيق العذل يعني لك الأمنيات والدعاء بالنجاح والنجاح الأكثر ونفتخر بك يا دكتور أنت طاقة عراقية وعربية كبيرة وإسلامية أيضا في أوروبا وتنجح في ألمانيا هذا البلد الذي يصخر بالفلاسفة والعباقرة والعلماء وأنك تسجل هذه البصمة فهذا يسجل لك حقيقة شكرا على هذا الحديث الشيق وسعدنا كثيرا البروفيسور العراقي دكتور ريان عبدالله هذا منطيب قلبك وكانواك أشكرك جدا وأشكر فريق عملك أيضا أزل مشانا أشكر لكم وحسن المتابعة حتى ألتقيكم في لقاء خاص آخر أسودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة